عبدالله العتيبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحفظ المتونة الألمية مع الشروح أفيدونا جزاكم الله خيرا ليس الشأن في الحفظ الشأن في وجود العلماء الذين يوضحون لك هذه الكتب فيشرحونها لك شرحا صحيحا فإذا وجدت معلما بهذه المثابة فاحفظ الكتاب الذي تقرأه عليه من المختصرات المهيئة للحفظ لأن العلماء رحمهم الله ألفوا في كل فن مختصرات للحفظ في الفقهي في النحو في وصول التفسير في المصطلح إلى آخره